اشتركوا في القناة الاعدادية المستقلة للبنين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا حدثنا عن نفسك وعن بداياتك في مجال البحث بسم الله الرحمن الرحيم اسمي سعود عبد العزيز حسن الجابر من مدرسة علي بن أبي طالب شاركت في البحث العلمي مع طالب علي الأمير عنوان البحث كان عن برنامج الشادي التعوية شكر وتقدير لأستاذ إهاب طنطاوي مشرف البحث وأشكر زملائي عيل أمير ومحمود علي اهتمامنا ببحث العلمي من الصف السابع شاركنا في معارض داخلية داخل المدرسة طبعا من اهتمام المدير ومعلمين أنا وطالب علي بعد سنتين من الجهد الحمد لله بفضل الله ثم بفضل المدرسة شاركنا في معرض ملتقة تعليم هو كان من المجلس الأعلى كان البحث يتكلم عن برنامج رشادي جامعي تعديل التعديلات ومعارضة طلبة الصف السابع ممتاز كيف جاءتكم فكرة هذا البحث؟ فكرة البحث جاءتنا في بداية العام الدراسي هو فكرة طلبة الصف السابع اخترنا طلبة الصف السابع ليش؟ لأن استهلاك المياه للطلبة في الصف السابع كثيرا الكندير فهي طريقة يحاولون إنهم يشتهلكون الماء فإحنا سوينا برنامج رشادي جامعي لتعديل التعديل لتجاهات ومرسلات طلبة الصف السابع ما هي الفوائد المرجوة من هذا البحث؟ فوائد البحث هي فوائد مهمة يعني التجاهات ومرسلات طلبة الصف السابع لجأين من الابتداي وراحين للمرحلة العدادية طبعا هو برنامج رشادي جامعي لتعديل التجاهات ومعارسات طلبة الصف السابع احنا سوينا هذا البحث عشان نكون الطالب واعي مش بس في المدرسة برا على المدرسة مثلا في البيت او في المجمعات او اماكن ثانية مثلا فالبحث هو ارشاد يعني تعديل التجاهاتهم كي لا يستهلكوا المياه ما هي الصعوبات التي واجهتكم خلال البحث؟ الصعوبات التي واجهتنا هي موارسات السلبية للطلاب للصف السابع فكرهم كلها سلبي يعني كلها استهلاك للماء فاحنا سوينا هذا البرنامج لتعديل التجاهاتهم وموارساتهم وهل طبق هذا البحث في مدرستكم وكيف؟ طبعا طبقنا احنا هذا البحث للمدرسة عبر اناوبيب ماء موجهها لخارج المدرسة لدرام من درام لفلتر نطبق هذا العملية مرتين لكي نحصل على مياه واقية من الأشياء اللزجة والروائح الكريهة وكيف تستخدم الماء المفلتر من هذا الماء؟ طبعا هذا الماء المفلتر لا نستعمل للأشياء الزراعية مثلا ما تقول الزراعية التي نوكل منها الطماط أو الخس أو الجزر نستعمل هذه المياه المفلترة للأشياء الزراعية مثلا ما تقول الورود الزينة باختصار الزينة شكرا للبحث الواعد سعود عبد العزيز الجابر والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام كان معكم أحمد رواني صحفي ناشئ من مركز الدوحة لحرية الإعلام ونلقاكم في حلقات أخرى من برنامجكم لقاء العمر إلى اللقاء موسيقى